بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الجزء من المحاضرة سوف نبدأ عن ما اسمه اللي ضايلنا من الاميونوجين او اللي ضايل عنا من الانتيجن طبعا اللي ضايل عنا من الانتيجن يا جماعة هو الكميكال نيتشر للاميونوجين طبعا احنا شو اللي حكينا حكينا ايش هم الاميونوجينيسيتي فاكتور شو الفاكتورز اللي بيعتمد عليها خلا نحكي تكون الانتيجن أو خلا نحكي الانتيجن فاكتوري لها الرج هذه المناعة للانتيجن أو خلا نحكي قوة الانتيجن وقدرته على تحفيز هذه المناعة طبعا حكينا انه احنا عنا هاي العوامل بتعتمد على ثلاث شغلات نيتشر بتعتمد على طبيعة طبيعة الانتج نفسه من حيث كميكال كومبوزيشي الوطن ومجموعة العوامل الثالثة تعتمد على موضوع التقوية كان هناك ملاحظات صغيرة بالنسبة لموضوع التقوية قمت بموضوع التقوية كلما كان الآن قادر على خلايا البلعمة تلعب حتى تعرضوا على التسل و يكون استجابة الجسم لإله أحسن وإستجابة الجسم لإله أسرع فقط هاي حبيتها كأعمل مراجعة سريعة عن اللي أخذنا هلأ واحد من الأشياء اللي حكينا عنها اللي هي الكميكا الكموزيشن طبعا إحنا أخذناها من منظور إنه كلما كان الكمليكسيتي تاعت الأنتيجين أكتر معناته الاميونوجينيسيتي أكتر فالعلاقة إشمالها طردية وكلما كان سيمبل بتكون الاميونوجينيسيتي سيمبل أكتر طيب لو في الكميكا الكموزيشن كمان لو إجينا نحكي طيب إحنا كنا نحكي إنه كومبلكس يعني إذا كان الانتيجين بروتين وبروتين كلما كان البروتين تاعه خلا نحكي كومبلكس أكتر فمعناته أكيد بيكون الاميونوجينيسيتي إله أكتر طيب لو كان عندي أنا الكميكا الكموزيشن هنا إنه أنا عندي البروتين بروتين مكون أو عفا أنتيجين مكون من بروتين وانتجين تاني مكون من كربوهادرات طب يمين يا مثل مين الاميونوجينيسيتي له اعلى الاميونوجينيسيتي طبعا بتكون اعلى للبروتين طيب معناته هذ الكلام خلينا شوي نوقف عند الكميكال كومبوزيشن والضحة هلا الكيميكال كومبوزيشن اذا انت اخدتها يعني عندنا انتجينين التنين بروتين بروتين مين بيكون الاميونوجينسيتي اعلى اللي تركيبه مور كومبلكس اللي تركيبه بعيد مرة تانية مور كومبلكس طيب لو كان واحد منهم فرضا بروتين والتاني بوليساكرايد مين الاميونوجينسيتي الليه اعلى هو البروتين دائما البروتين هو اشماله اذا كان الانتج المكون من البروتين بيكون very good immunogen يعني الاميونوجينيسيتي اللي بتتكون ضده بتكون عالية يعني قدرته على تحفيز جهاز المناعة اشمالها بتكون كبيرة ها اكتر من مين من البوليساكرايد البوليساكرايد يا جماعة اوكي هو اميونوجين واوكي بيحفز جهاز المناعة لكن البروتين اشماله احسن منه البروتين افضل منه طب يا مثل نيوكليك اسد نيوكليك اسد هو كمان اوكي اميونوجينه ممكن انه يكون ممرض لكنه بورلي شو يعني بورلي يعني بيعمل استجابة مناعية ضعيفة بيعمل ضده استجابة مناعية ضعيفة طب بالنسبة للليبد الليبد يا جماعة بتكون هينان اميونوجينيك يعني مستحيل تلاقي انت انتجن تركيبه الكيميائي لبد بعيد مرتين وانه موجد بيكون هابتين وان وجد اشماله بيكون هابتين يعني بيكون ضعيف يفتقد الى خاصية الاميونوجينيسيتي الا اذا ركب معه كرير فبناء على هذا الكلام نرجع انا وياكم للكيميكا الكمبوزيشن نحكي طالما نحكي احنا على الكيميكا الكمبوزيشن كفاكتور باثر على الاميونوجينيسيتي دائما البروتين اكتر اشيء بعدين الكربوهايدريت او البوليساكرايد بعدين النيوكليك اسد والليبد اصلا حكينا اشمالها نان اميونوجينيسيتي يعني اصلا ما منحطها ضمن التقصنيف طب يا مستحيل ما انت حكيتين لنا يا في قبل هيكا انه عن الكمبوزيشن ضمن النوع الواحد اذا انا كان عندي بروتينين واحد ا واحد ب واحد تركيبو اكتر اى او تركيبو مور كوملكس طب الليل بيكون هو اي اما اذا انا بدي اقارن بروتين مع كربوهايدريت مين اللي بيكون عنها اكتر اي ميونوجينيسيتيتي طب اuffs اللي كانوا اثنين كربوهايدريت يعني مثلا الانتيجن هذا مركب من كربوهايدرات وهذا مركب من كربوهايدرات من الاميونوجينيسيتي له اكتر اكيد كمان نفس الاشي اللي بيكون مور كومبلكس بيكون هو الاعقد طبعا انا بس هنا حتى الفكرة تظلها موجودة عندكم واضحة ماذا قلت لك؟ هذا الترتيب حسب الاميونوجينيسيتي من الموست للليست اول شيء عندنا اقوى البروتين بعدين عندنا البوليسيكرايد بعدين عندنا نيوكليك أسد بعدين عندنا الليبدي اللي هو حكوي نات اميونوجين لكن في بعض الاحيان ممكن يكون هابة و الهابتن اصلا يفتقد الى خاصية الاميونوجينيسيتي الا اذا ايش اذا كان معاك ريال طيب وبعدين ن besечьي ان اذا انا اقارن بروتين انتيجن مع بروتين انتيجن ثاني يعني اذا انا ابدأ اقارن مثلا ايه تعتبر انه بروتين انتيجن او بيع تعتبر انه بروتين انتيجن كمان مين يامس فيهم الأقوى؟ الأقوى هو مين؟ هو المور كومبليكس هو إشماله الأعقد الأقوى هو الأعقد الأقوى هو الأعقد أتمنى تكون هذه الفكرة صارت واضحة عند الجميع وهذا سبعا هو الكلام الموجود عندي هون ظل لنا آخر إشي في موضوع الأنتجن هو يا جماعة التي انديبندنت والتي ديبندنت شو يعني يامس هذا الكلام؟ أحكيكم شو عن هذا الكلام اتفقنا أنا وياكم انه احنا بنحكي عن المادة انها أنتجن اذا استفزت صح؟ وهذا الكلام اتفقت فيه أنا وياكم حكينا انه اذا دخل الميكروبز او اي جسم غريب على الجسم وقضف عليه الأنتجن ففي الحال هاي انا اصلا ما بسمي أنتجن نهائيا معناته الأنتجن بده يستفز شو جهاز حكينا أنا وياكم قبل هيك انه السبسيفيك إميونيتي هي عبارة عن أنتجن وعن قوارد إميونيتي عبارة عن عفوا قوارد إميونيتي أو الاسبسيفيك إميونيتي عبارة عن هيوميرل وسيليولر مظبوط حكينا الهيوميرل اللي لها علاقة بالبيسل والسيليولر اللي لها علاقة بالتيسل هلأ هون إذا أنت بتحكي عن T-Independent Antigen يعني أنتجن تمام بيستفز مباشرة أو بيعمل استيميوليشن مباشرة ولمين للبيسل يعني شجع البيسل إنها تصنع بيستفز مباشرة ويستطيع هذه البيسل إنها تقضي عليه بمجرد أو بي الانتبادي اللي كوناتها يعني بيكونوا الانتبادي اللي كوناتهم البيسل قادرات على إنهم يقضوا على هذا على هذا الانتجن قضاء نهائي بدون الاستعانة بالتيسل بدون الاستعانة بمين بدون الاستعانة بالتيسل بدون الاستعانة بالتيسل نهائيا إذا بعد مرة تانية بدون الاستعانة بالتيسل نهائيا تمام بينما لما أنت بتحكي على T-Bendent Antigen الأنتجن في هذه الحالة بيكون البيسل غير قادرة لحالها على القضاء عليه يعني الانتيبودي غير قادر على انه يقتل ويخلصنا من هذا المايكروبس غير عبر ما يستعين بالتيسل دائما الانتيجن المكونة من البوليساكرايد ممكن ان نضعها تحت الانتيجن لكن اغلب الانتيجن احتركيبها الكيميائي بروتين اصلا لانها تكون قوية فتحتاج لجهد مكثف من البيسل والتيسل حتى يتم القضاء عليها بعيد مرة تانية انا في عندي تصنيف كمان للانتيجن اكتر من تصنيف في التصنيف هذا ايش بحكينا تي انديبندنت انتجن تي انديبندنت انتجن تي انديبندنت انتجن هي انتجن قادر البيسل عن طريق الانتيبودي اللي بيفرزها انه يقضي عليها نهائيا ويقضي عليها لحاله من غير الاستعانة بمساعدة التيسل ومثال عليهم او اغلب انواع الانتيجن اللي بتنتمي تحت هذا الاشي بتكون هي اي شمالها بتكون البوليسكرايد انتجن طيب اما التيدبندنت انتجن فهي عبارة عن انتيجن ما بيقدر البيسل انها تخضي عليها لحالها لازم انه تحتاج خلينا نحكي لمساعدة من التيسل فهذه الانتيجن بتكون بالاغلب تكوينها اشماله بروتين بتكون بالاغلب تكوينها بروتين بس هذا طبعا لا يعني انه في بعض الانتيجن يكون تكوينها بروتين وتعتبر تي انديبندنت انتجن تكون هذا الجزء من المحاضر